في أحد الأيام كنت في المتحف المصري في مدن التحرير وطبع مبسوط بالمتحف يعني السياح أعداد ضخمة جدا داخل المتحف وكنت أعرف عنهم الانبهار يعني للعظمة التماثيل والحضارة المصرية وكنت أحريس أسمع قدر الإمكان التفاصيل اللي بيحكوها يعني المرشدين بالذات وقعد بعد ما خلصت فأبني كده مهندس أو دكتور في قسم العمارة المتخصص في الحضارة الحضارة الفرعونية فبالنقاش معاه قال يعني إحنا الحضارة الفرعونية تعبتنا جدا بقوله ليه؟ قال لي إحنا وجدنا آلاف المعابد معبد في البار الغربي معبد في البار الشرقي والمعابد والآلاف المعابد والآلاف المقابر والمقابر بلنا الذهب لكن شيء غريب جدا لم نجد أي بيت لمصري متكامل بقول للحضارة كلها نكد دماغها كلها في الأخيرة ودباغها كلها بعت ال� Orchestra بينك وعيشة عيشة نكد لم نجد مظاهر الحياة الفرعونية القديمة كبيوت أو مدن باقية متكملة لكن وجدنا المقابر حالتها زي الفل لكن مباني البيوت مش موجودة فيبدو أن اهتمام الحضارة المصرية كله كان هناك وبالتالي في نظره قولوا أنها حضارة نكد السؤال طيب إزاي نقيم الحضارات؟ يعني المصريين احنا أعرق حضارة وأقدم حضارة وأيضا إخواننا العرقيين أقول لك حامرابي أبو القانون العالمي إزاي نقيم الحضارات؟ هل نقيم الحضارات بحجم الآثار؟ يعني احنا كحضارة مصرية الأهرامات الضخمة جدا عندنا لرمز قوة الحضارة المصرية معناها أن المصريين الفرعنة القدامة كانوا عظماء ولا نقيم الحضارة بالقيم اللي علمتها للإنسانية؟ يعني مثلا اللي علم العالم الأرقام والماث كان معظمهم الحضارة الهندية فدول هل هم أفضل مثلا من الفرعنة؟ ولا إزاي نقيم الحضارات؟ هنتكلم معكم اليوم عشان تعرف بالضبط أن المقياس مش واحد لكن فيه مقاييس مهمة جدا من الحكايات اللي بيحكوها أن مع بناء صور الصين العظيم العمال كانوا تعبنين جدا وكانوا يعني في حالة مزرية وكان العمل اللي يموت كان لا يدفن كان يوضع في داخل الصور الصين عشان يعني يعتبر كبناء يقوي عندما يتحلل يقوي هذا البناء إذن كرامة الإنسان كعامل لم تكن موجودة نعم صور الصين العظيم من عجائب الدنيا السبعة لكن بني بعرق وبتعب البوريتاريا والعمال والمساكين وبالتالي لما تجد إنسان يقيم هذا الصور نعم تحفى معمارية لكن بني بعرق وتعب العمال ولم يحترم هؤلاء العمال وأيضا هناك من يرى إن بناء الأهرامات ضخمة جدا ورائع جدا تحفى معمارية وإعجاز معماري لكن هناك مقولة إن العمال تعبوا جدا وكانوا يمتهنوا في هذا العمل يعني مثلا عالي شريعتي الفيلسوف المعروف لما مر إلى الأهرامات لم يلتفت للأهرامات الكبيرة أدولوا في مقابر هنا بجوار الأهرامات الصغيرة تمثل العمال الذين بنوا هذه الأهرامات فقال هذه المقابر الصغيرة عندي هي أعز وأملك وأفضل من المبناء الكبير فإذن فكرة إن الأثر فقط كمقياس لتقييم الحضارة ربما ليكون مضبوط على المستوى الإنساني في مقياس جميل جدا وضعوا الرحالة الجميل اللطيف اللي لا في الدنيا كلها وطبعا من الفكهات أو يعني من الطرائف ما دخل مدينة واستقر فيها إلا وتزوج فيها زوجة يعني رجل أعدى 40 سنة طلع من المغرب لحد الصين ما فيش قرية إلا وتزوج فيها زوجة وكان يعني مستمتع بهذه الرحلة الطويلة ابن بطوطة وضع مقياس للحضارات قال لك مقياس الحضارات عندي بما فيها من عدل وليس بما فيها من آثار فكده عندنا مقياس تاني للحضارة غير الأثر هو مقياس ما فيها من العدل في مقياس تاني جميل وضعوا المؤرخ لمصر العظيم حسين مؤنس قال لك لا إحنا هنقيم الحضارات بمقدار نفعها للإنسان يعني الحضارة اللي طلعت التلسكوب نفعها للإنسان أكثر من الحضارة اللي عملت معها بالضخمة جدا منحوت في الجبل ولم يفيد البشرية في نظره بشيء اللي اخترع طلبة المياه أو مضخة المياه في نظره أفضل من الحضارة اللي قاعدت تبني مثلات وتبني أعمدة وتبني أبراج ولكنكده لم تقدم خدمة للإنسانية فعندنا الحضارات إما تقيم بالآثار وإما تقيم بالمنشآت وإما تقيم بالنفع اللي قدمته للبشرية وإما تقيم بالقيم أنا رأيي الشخصي أن الحضارات تقيم بشكل أساسي جدا بالقيم التي جاءت بها وأفادت بها الإنسانية وفي نظر الحضارة الإسلامية إذا خدنا بمقياس الآثار ربما تكون أداءها متواضع وإذا خدنا بمقياس الأعمال الضخمة ربما يكون الأمر أيضا متواضع لكن إذا أخذنا بباب القيم هنجد أن الحضارة الإسلامية جاءت بقيم في عصرها منفتحة جدا عن الحضارة فإذا لما تقيم الحضارات لما تقرأ أي حضارة اختار لو سمحت أنت شغال بأي مقياس مع مقياس الحجر والشجر ولا مقياس الإنسان والقيم ودي أعتقد حلقة مهمة في مقاييس قياس الحضارات شاكر لوقتكم وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة